ينضم إلينا هنا في الستوديو المقدم تيم هوكنز المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية أهلا بك سيد تيم هذه المرة هنا في استوديوهاتنا في دبي أبدأ معكم من هذا النفي الإيراني يعني نفت الخارجية الإيرانية ضلوعهم في الاستهداف وناقدت بذلك التقارير كانت تحدثت عن اعترافهم بهذا الاستهداف لناقلة النفط الإسرائيلية ما حقيقة ما حدث؟ أنا على علم بالتقارير التي ترددت ولقد شهدنا أن ما تم نقله كان صحيحا ولا سيما ما قالته الشركة وسوف أترك الأمر عند هذه النقطة ولكن الحقيقة أننا شهدنا هذا النوع من الهجمات من جانب إيران من قبل شهدنا ذلك العام الماضي وقبل ذلك وأدى ذلك إلى استهداف السفن كما أن أحد الهجمات أدى إلى مقتل شخص وهذا أمر غير مسؤول لا يمكن لإيران أن تستخدم الطائرات المسيرة ضد السفن المدني هذا أمر لا نزال نركز عليه نتوخل كثير من الحذر رؤية المتحدة وسركاءنا سوف نظل جاهزين للرد عند الضرورة ولكن تتحدثون من جهة عن مثابرتكم على مواجهة إيران تحديدا مواجهتها البحرية ولكن بنفس الوقت تعترفون بأن مواجهة سلاح مثل المسيرات يعني صعب جدا لأنها سلاح رخيص وتستخدمه إيران بكثرة ماذا أنتم فاعلون تجاهد الواقع؟ نحن نسعى لمواجهة أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في البحثة تعلق الأمر بتهريب المسيرات أو الأسلحة أو أي أنشطة تهدد الممرات المائية العالمية ما يمكن أن نقوم به هو أن نتوخى الحذر ونظل متواجدين وأن نشجع أيضا أسوفنا البحرية عندما تلاحظ بعض الأمور المشبوهة أن تخبر عن ذلك وتبلغ المجتمع الملاح البحري حتى نتقاسم المعلومات ونتمكن من التصدي لكافة هذه التهديدات عادة عندما تصدرون بيانات يلفتني بأن تتم مصادرة مثلا شحنة الأسلحة ويتم إطلاق سراح الطاقم الذي كان على السفينة لماذا يتم إطلاق سراح هؤلاء الواقع هذا يتوقف عن الوضع في السنتين الماضيتين قمنا بمصادرة 15 ألف سلاح غير قانوني ليس كل هذه العمليات أدت إلى الإفراج عن السفن أحيانا يتم تسليم التواقم إلى دولهم وفي بعض الحالات نقوم بتوقيف التواقم ثم نفرج عنهم هذا التوقف عن الوضع والظروف لكن الحقيقة هي أننا نركز على ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم وسنقوم بالخطوات الضرورية لتنفيذ ذلك ولكن هل تعتقدون بأنكم فعلا تقومون بكل الخطوات الضرورية أم أحيانا الحاجز السياسي يقف أمام الذهاب إلى النهاية بهذه المواجهة عمليا مع إيران نحن نعتقد أننا نحدث فارقا كبير في المياه الإقليمية نقوم بذلك من خلال التركيز على تعاون مع شركائنا الإقليميين لزيادة التمرينات التي نقوم بها العام الماضي قمنا بأكثر من سبعين مناورة وهذا ضعف ما قمنا به قبل ذلك بعام ونرمي أيضا لزيادة عدد المناورات البحرية سنقوم بأكبرها الأسبوع المقبل في المنطقة بمشاركة خمسين بلد وشركاء دوليين سوف يجتمعون لتعبير عن التزامين المشترك إذا الأمن والاستقرار الإقليمي طيب دائما يتركز مساعيكم على المواجهة عندما تقع التجاوزات الإيرانية في البحر في المنطقة هل تتخذون إجراءات لمنعها أصلا من عمليات التهريب؟ بالتأكيد نحن نواصل اتخاذ تدبيل لردع إيران من أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في المياه الإقليمية ستعلق الأمر بإيران أو من طرف جهات غير من دول الدول نحن نقوم بذلك من خلال سلسلة من تدابير تشمل التدريبات المشتركة مع شركاء المحليين وكذلك مع صناعة الشحن البحري كما أننا نحافظ على وجود متسق لنظهر بأننا سنتواجد هنا ونواصل البقاء هنا ونتصد لأي نشاط مزعزع للاستقرار بحديثكم عن قضية تلقي المعلومات الاستخباراتية عندما تقررون إيقاف سفينة معينة هل يتم ذلك وتكون محملة بالأسلحة هل يتم ذلك بناء على تقنيات يمكن أن ترصد وجود أسلحة على هذه السفينة من عدمه أم بناء على معلومات الاستخباراتية بالأساس لدينا صورة جيدة جداً حول ما يحدث على سطح البحر وفي الأجواء ويتم ذلك من خلال استخدام أدوات مثل الطائرات والمسيرات وتكنولوجيا الفضاء وكذلك الأقمار الصناعية ونستخدم الذكاء الاصطناعي وبالتالي كل هذه الأدوات تساهم في استخدام الأدوات الكفيلة بإعطائنا صورة كاملة وجعل أدقمنا جاهزة لرد على أي أنشطة مزعزعة للاستقرار مع من تنصقون تحديداً في المنطقة؟ يعني من هو الفريق الذي تعتبرون بأن التنصيق معه يجعل مهمتكم أكثر نجاعة؟ التنصيق يتم في هذه المنطقة مع عدد من الشركاء ولقد التقينا أو قادتنا التقى للتو مع البلدان الخليجية الأسبوع الماضي في السعودية ونواصل البحرية الأمريكية تواصل وقيادة تحالف البحر الأوسع في العالم يجمع القوات البحرية تشمل 38 بلد كأعضاء وشركاء كما أننا نقود منظمة دولية أخرى تسمى البناء البحر الأمني الكثير من التحالفات والشركاء والسبب يعود لأن المياه الخليجية واسعة لا يمكن لدولة واحدة أو بحرية واحدة أن تعالج كافة التهديدات بمفردها لذلك نعمل معاً إيران منذ فترة أعلنت عن استحداث أسلحة تهاجم السفن البحرية الغواصات حتى يعني لا يستحضرني بالضبط الرقم ولكن على ما أعتقد يمكن أن تصيب الهدف من 10 إلى 20 كيلومتراً تحت سطح البحر هل هذه تعتقدون لا أدري إن كان لديكم أي معلومات دقيقة في هذا الصدد ولكن هل هي من باب الدعاية والتهويل الإيراني أم لديكم معلومات بأنها فعلاً طورت سلاح مماثل أدعو أو أترك إيران تتحدث عن قدراتها وكذلك أنواعها ما استطيع أن أقوله لكي هو أننا نواصل توخي الحذر إذا ما يحدث في بحار الخليج نركز عن ما تقوم به إيران عن كثب وكل ما يهدد الملاحة البحرية والأمن والاستقرار في المنطقة سوف نعالج هذا ما قمنا به وسنواصل القيامة بذلك هل تنون استقدام أسلحة جديدة من أجل هذه المواجهة البحرية أم تعتقدون بأن هنا في المنطقة لديكم ما يكفي من الأسلحة النوعية تحديداً لمواجهة هذه التجاوزات الإيرانية نحن نعتقد أننا لدينا وضع جيد يسمح لنا بمواصلة العمل مع شركائنا وحلفائنا في الإقليم للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والتصدي لأي أنشطة مزعزعة للاستقرار مرة أخرى نحن نقود حالوفين بحريين كبيرين يشمل الكثير من القدرات والالتزام للدفاع عن النظام الدولي الذي يستند إلى القواعد في البحار وهذا أمر حاسم للملاحة البحرية وهذا أمر نحن نقوم به بالكثير من الحماس البعض يقول بأن انخراط إيران في الحرب الأوكرانية الروسية يمكن أن يغير نهج الولايات المتحدة بالتعاطي مع إيران أن تكون أكثر تشدداً بالتعاطي معها وبدأ ذلك يظهر في مثلاً المفاوضات النوبية التي جمدت والعقوبات التي وضعت على بعض المسؤولين الإيرانيين هل يمكن أن نشهد ترجمة أيضاً للنهج الأمريكي الجديد في مواجهة إيران بحرياً في المنطقة؟ هذا سؤال سياسي ولكنني عسكري وبالتالي أنا لا أحدد ما بوسعي الإدارة الأمريكية القيام به سياسياً ما استطيعنا أقوله أن تركيز القوات الأمريكية في المنطقة هو يركز على التعاون مع الحلافة وشركاء من أجل تأمين الأمن والاستقرار في الإقليم لاسيما في المياه المهمة جداً للاقتصاد العالمي كما أننا نستخدم تقنيات جديدة للقيام بذلك وهذا يمثل فرص كبيرة لتعامل الجماعي طيب ولو كان سؤال سياسي ولكن أنت تعلم أيضاً بأن السياسة تترجم أحياناً على المستوى العسكري هل لمست أي تغير أو إمكانية في المستقبل القريب لتغير نهج الولايات المتحدة في التعاطي مع إيران عسكرياً بدءاً بالمواجهة البحرية هل هناك تشدد في هذه المواجهة أم الأمور على حالها حتى الآن؟ طبعاً السياسة لها جهود بالجهود العسكرية في المنطقة ولكن نقول أنه ليس مناسباً بنسبة لي أن نعلق على هذا الأمر هذا لا يلائم العسكريين الأمريكيين ولكن نحن نتلقى التعليمات السياسية وننفذها نحن كبحرية أمريكية وأصول خامس في شرق الأوسط من خلال تعزيز الشراكات والتسرية الابتكار قمنا بذلك العام الماضي أحرزنا الكثير من التقدم وسنواصل البناء على هذا كيف تعززون شراكاتكم في المنطقة في هذا الإطار؟ يمكن أن نقوم بذلك بشتى السبل وأعطيكي مثال سوف يتحقق الأسبوع المقبل سوف نبدأ بمناورات كبيرة هنا في المياه الإقليمية خمسون بلدا ومنظمات من جميع أرجاء العالم سوف يأتون لإجراء مناورات مشتركة ولتعبير عن التزامهم للعمل الجماعي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي فهذا أمر رائع تجتمع هذه الدول القيامي بذلك شكرا جزيلا لك المقدم تيم هوكنز المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية كنت معنا هنا في الستوديو شكرا جزيلا لك